السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة معينا حوالي اربع موديلز او تقريبا المهم ان احنا هنحل كتير هنتضرب كتير سواء على الفكاب بتاع اربع وحدات سواء على الجرامر لو انت بقى بتشوف الحلقة دي ليلة اللي امتحانه ولسه ما شفت في الحلقة بتاع تلخيص الجرامر فاتك كتير جدا 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 يا عمي احنا ملخصين الجرامر كله في حلقة واحدة بالنسبة لي تلخيص الجرامر ده لو شفته اهم منك تشوف الحل ليه يا مستر لان التلخيص ده في كل نقطة ممكن تجي لك عليها سؤال في الامتحان يعني مسبتش نقطة ما قلتهاش تمام ممكن تشوفها وبعكاية تيجي تشوف الحلقة دي عشان واحدة بنطبق جرامر تكون صحي معي ولو انت بقى مشوفتش الحلقتين اللي حلينا فيهم على الفوكابلوري فيريد برضو شوفهم اللي امعلم ويتيجي بقى على الحلقة ديت ليلة الامتحان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا نده نمبر وان دي يقولك ان space means a computer program that searches the internet for information يعني هو امعلم وسيلة وسيلة البرامج بتاعة الكمبيوتر ديت اللي بتبحث من عليها للمعلمة يعني مثلا انا عايز اشوف معلومة بدخل عليه محرك البحث جوجل انا قلت محرك البحث محرك البحث معناها search engine طيب نمبر تو بيقولك mention to novels that you're recommended reading another word for mention is a name بس تديت لسه مايش عليكم عشان برضو مش هنلاقي حاجة نحلة في مايو بخلوها كده على جنب grammar انا مجهزوا يعني اللي مش عليهم طيب نمبر ثري بيقولك parents should space conversations with their children طبعا هما الاباء محادثات مع اولادهم لازم اقول هنا have conversation يعني ايه have conversation ان هما يبقى لديهم محادثات مع اولادهم او بيتواصلوا مع اولادهم يعني تمام هنا have conversation تمام نمبر ثري بيقولك drinking much coffee is bad space your health انا عايز ان الشربة الكتير من القهوة ده دار بصحتك دار بصحتك يبقى لي لي دي اللي ايه have for your health معلش بقى انا مش هقول كل اختراط عشان انا عايز حلي كم كبير النهارده نيجل نمبر فار بيقولك I asked my son to stay space of the sun or he have a head طبعا هنا انا بقول لابني الشمس علشان ما يجلوش ضعط يبقى يعد في الشمس ولا ما يعدش طبعا ما يعدش طيب عندينا حاجة اسمها stay out انه هو يخلع عن الشمس او يمشي بعيد عن الشمس طيب نمبر سكس بيقولك when something is hard or difficulty يعني ما يكون حاجة صعبة او حاجة شكة but it is interesting to do بس هي حاجة بقى ممتعة انك تعملها ايه طبعا انت challenging challenging معناها حاجة ذاتة تحدي اما كون انت داخل تحدي بيكون حاجة صعبة بس انت حاجة بقى انت حاببها طيب and rewarding reading هي مش حاجة صعبة ومش حاجة صعبة بس هي حاجة ومكافأة يعني ما هيش hard ولا difficult بس هي interesting تمام الحتة بتاعت rewarding يا شباب طيب number seven بيقولك this novel is highly popular يعني هي ذاتة شهرية عالية او حب عالي with many people around the world ليه كثير من الناس حولها العالم it is one of the space books هي واحدة من ايه طبعا بيستيلنج افضل مبيعات تمام افضل مبيعات على مستوى العالم طيب اما افضل هنا معناها سيئة annoying مملد disappointed يعني محبطة طيب ديت طبعا اللي انا عمل عليها خط مش عليكم ان شاء الله في متحان مايو number nine بيقولك listen someone is based in the street او انا فاكر الناس اللي جانت معي بحلقة من راجعة الجرامر وانتي لك listen وتشاوت كل الحاجات دي بتاخد ايه بتاخد استمررية يبقى رسولة استخدم is shouting طيب ناخد بقى number 10 بيقولك in three months time يعني في وقت التلات شهور دول او اللي جايين دول i space secondary two and i will be ready to secondary three انا معنى الكلام ان انا هكون في الوقت دهوت في المستقبل التلات شهور جايين هكون خلصت بالفعلة التانية سنوي وهبدأ في الثالث سنوي يبقى على طول مستقبل تام unit eight تمام الناس اللي جانت حضروا معي المراجعة يبقى مستقبل تام اللي هو will have والتصريف التالت will have والتصريف التالت اللي هي number two دي unit 11 انشاء الله طيب number 12 بيقولك حمزة حمزة صح has bought a new pair of shoes for two hundred pounds but his sister bought them for one hundred ninety five pounds حمزة's shoes are space his sisters انا عايز تركز في الحتة دي حلوة اوي معلش الرصاص مش باين او من الاضاءة بس تعال افهم معي يشبه تماما exactly the same as دي في حلقة المراجعة تمام almost as بقى كده الصفة as او slightly little او bit كل ده اختلاف بسيط اختلاف كبير for or much or not تمام تمام طيب تعال هنا نشوف بقى هو ايه اختلاف كبير لأ بيشوه بعد لأ ده اختلاف بسيط تمام اختلاف بسيط يبقى عندك ايه عندك almost او slightly او little او bit طيب تعال كده نشوفهم ما فين انت قلت slightly book يبقى ديت او ديت لكن ده كده مش هينفع وده كده مش هينفع طيب هنشوف بقى هو cheap ولا expensive يا معلم بس هو اكثر غلاقا ولا اكثر رخصا بص حمزة اه لا ده حمزة جنبينتين يبقى هو اكثر غلاقا الله ينور عليك الله يفتح عليك يا معلم تمام طيب number 13 بيقولك lunch is based before mom's seat table اه دي ايه دي بقى ايوة بالزبط كده ديت unit 10 لما جدت بكلامك بقولك دي عكس unit 8 عكس ايه عكس المستوى التام ماضي تام بسيط ايه عكس المستقبل التام بالزبط تمام اللي هو ماما اه زي مسلا بقولك هنا اللي هو الطعام هيكون جهزة بالفعل قبل ما ايه قبل ما الطعام اه قبل ما ماما تحضر السفرة وانت لازم تكون عارف ان بي فور غالبا بيجي بعديها ايه غالبا بيجي بعديها بسيط وقبلها تام طيب مين هنا بقى التام طيب lunch ده ايه اه ده بس يبقى had been barebeard تمام انا ممكن اقول بس هنا بين عشان ايه عشان باسل تمام طيب number 15 بيقولك ايه ان ايميل اه دي باسف برضو يا مستر تمام يبقى على طول باسف دي لازم فيها كلمة been يبقى ده لا ده انتوى ماي فرند نا اه ماي فرند ده يبقى على طول مستمر هم الاثنين مستمرين يا مستر بس انت بتكلمني عن now 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 حاجة ده اللي على المضارع المستمر يبقى على طول see سيكستين بيقولك what's space after I had meet you in the club after وبعد كده had ما نعرف ان after بيجو وراها التام وقابليها بسيط انت ايلي الكلام دهوت في الشرح تمام بسيط هنا فين البسيط بسيط بسيط اذا بسيطه ليه ما صغط سؤال صغط سؤال صغط سؤال يبقى what did you do after I had meet you in the club احنا انهالي الاختار بس اوكي عشان وقتنا كده وطبعا قطع الفهم تكره ايا معلمين كده كده هجي لك قطع تفهمه وعليه خمس اسئله والباقي خمس اسئله تقريبا حسب ما قاله ممكن يبقى ستة والله ما نعرف بالزبط يبقى قديه تمام ما علينا انت قدها ونفيش حاجة صعبة خالص تمام يا شباب طيب number one بيقولك two space means to become bigger in size or number ان حاجة تكبر في المقاس او العدد تبقى عبطول expand اللي هي التبسام تمام كده صلو الوري اكتشف expand معنها منتق الصلحي expect يعني توقع number two بيقولك many native artists study or bird يعني الكثير من ال native artists اللي هم الرسمين الاصليين بيدرسوا برا the antonium of native يعني عكس كلمة native the antonium of native يعني عكس كلمة native طبعا عكس كلمة native اللي هو foreign اللي هو اجنبي تمام او خاري يعني طيب number three بيقولك I asked my employer to space me a permission هو يديني تصريح to go out ان انا اذهب for two hours لان انا اذهب لساعتين يعني انا كلمت L طيب انا عايزة اش رحينا حتى ambly lawyer اللي هو مين طبعا اللي هو بيوظفني طيب وما ال ambly lawyer يا لو شلت الارضي وحطيت ايه اللي هو انا اللي هو انا الموظف تمام كده تمام ان هو طبعا توجب ان هو يديني تصريح ان انا ابقى لمدة ساعتين يعني اخد روحه ساعتين طيب number four بيقولك it wasn't an easy job an easy job يعني هي ما جاهدتش شغلاهنا سهله جدا to bring out a play adopted space french انك تجيب ue الله مصرحية 일부 الصاححية من الفرنسية من ليع from french من الفرنسية نمبر فايد بيقولك أدهم لازم أن يعمل كذا في نفس الوقت يبقى لذلك هو متشتت و كمان متعصر نمبر سكس بيقولك يعني فوقيت نظرك يعني هل هي بتهلك طيب 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 نمبر سفن بيقولك يعني السلوك بتاعه أو الأدب بتاعه يعني السلوك بتاع المؤدب شباب me of my son أدهم أنا عايز أقول ابني أدهم ما له بقى ريمينبرز ولا ريمينز طبعا ريمينز اللي هو بيفقرني أو بيذكرني بابني أدهم ريمينز هي بقايا تمام أما ريمينز اللي هو يذكر تمام يا شباب ريمينبرز طبعا هو يتفقر طيب نمبر ايد بيقولك شي هاز فاوند يعني شي هاز فاوند يعني هي وجدت آنس بيس نيكلك دي معنى طبعا هو سلسلة ويقولك هي بتستحق فلوس كتيرة جدا تمام يبقى هي وجدت ايه طبعا فاليول يعني سلسلة سمينة تمام أو ذات قيمة تمام يا شباب تمام نمبر ناين بيقولك ايد سبيس هيفي هيفلي ناو هيفلي ناو تمام يبقى ايد ايه أنا عايز أقول ان هي بتمتر جامد جدا ولكن الناو دي تخلتلي مستمرة طيب حد بقى هنا يستعبط ويجي يقول لي ايه ويجي يقول لي دي حالة باسف لا او الله ما باسف خالص ده هي السمن اللي بتمتر ربنا امر السمن هي اللي بتمتر يبقى مين اللي فعل اللي فعل طبعا السمن يبقى على طول تمام يا شباب طيب ننتقل بقى لسؤال رقمتين بيقولك جدا هنا معناها ان انا بحلول عام 2023 انا بقى بالفعل دخلت الجامعة وانا بقى من انا ان قسم قويس او ادخل الجامعة قويس تمامي زي مثلا طب وهندسة والحاجات دي تمام تمام يبقى انا حاجة في المستقبل حاجة في بحلول الوقت معين في المستقبل هكون الحاجات دي تمت يبقى ايه يبقى على طول مستقبل تام اللى هو شباب ويل هاف و التصريف الثالث ويل هاف جونت نمبر ايه number 11 بيقولك معها is the student هي الطالبة space for winning the competition اللي فازت بالمسابقة honor طبع معناها اللي هو تكريم يعني أنا عايزة أقول إن هي اللي تخرمت في المسابقة تمام كده تمام تم تكريمها طب ما تم تكريمها دي لازم كلمة حاجة فيها ووز تمام تمام وتاني حاجة هنا أنا ما عنديش حاجة بتدول على اسم رية فخلاص أريد أن نختار number number 12 بيقولك عروة is 165 تمام يعني هو مية عروة دي 165 سنتيمتر تمام بتولها كده طيب but here brother بس أخوها is 164 بس أخوها 164 سنتيمتر دول عروة's brother is space here تمام عروة's brother يعني أخو عروة طبعا أخو عروة أصر منها افتكر لي بقى الحتة دي أصر من نسبة كبيرة لاختلاف بسيط اختلاف بسيط يبقى على طول almost أو slightly أو a little or a bit تمام هنا أنا عندي مين slightly ما فيش غراء أو almost طيب بالروحة بقى هنختار أنه قلت أنا المرة اللي فاتت حلقت الشروح أن almost as طول as الفرق ما بينها وما بين دي ما هو الاتنين صح ينفع استخدمهم ايه اللي فرقي بقى ان almost معناها انه هو أكبر منها بحاجة بسيطة جدا أما slightly معناها أقل منها بحاجة بسيطة جدا ، طب تعال نشوف. هو أخو الأعرواة ده أقل منها بحاجة بسيطة جدا من теقل يبقى عليه يبقى على طول دياته. طيب وما لو اقبر بحاجة بسيطة جدا يعني لونا جبت أرواة الأول لو جبت أرواة الأول يبقى على طول almost طيب لو جبت أخوى الأول يبقى على طول slightlyreكز قويidadeً تقوم بجد من غ орг真ات kids at to their parents تمام ودي على طول before وafter والحاجات دي طيب هنا هاد اه يبقى هنا ايه يبقى هنا على طول تام تمام هنا تامها وبعد كده بسيط طب ما انت عارف ان هنا ماضي تام بيجي الاول ماضي تام وبعد كده بسيط ماضي تام ويجي بعد ديها بسيط ده فين طبعا دوت في before ما عنديش هنا بفور لسا عندي حاجة اسمها after that هي بتسويها تاني before بيجو وراها بسيط وقبلها تام ولكن هنا انا مش لاقي before ولكن كلمة after that جنت اخذها اولي كنا ان هي بتسوي before كن بسبب نومبر 4 14 بيقولك ايه بيقولك I'm kind to him طبعا معلش دي مش عليكم طبعا هنا لسم بتدلع اسم رائب انا عايز اقول انه فيه صوت حلو موجود في الراديو انا لا ينفعش هنا اختار singing انا عايز حاجة ايه عايز حاجة بسيط يعني is being saying is being song معلش حالة البسيط يتجه ازاي is being والتصريف التالت للفعل طيب سيكستين بيقولك زي سبيتس about the accident when they told everyone and the three تمام السيغة ديت بتفكرني بحاجة بص في الاختيار على طول هنا هاد وبعد كده هاردلي هاردلي وهاد اوه افتكرتها بص بص سبجكت بعد كده هاد و هاردلي وبعد كده بي بي وين وبيفور طب ما تشوف هنا وين ولا بيفور ولا زين بص كده لا ده وين تمام وين يبقى على طول هاردلي طب اختار السيغة بتاعتي عاملة زي هاد هاردلي والتصريف التالت هاد هاردلي والتصريف التالت ملخص بتاعنا مفيش بعضه الصراحة نروح للمودر 5 بيقولك number one an space means a person يعني هو شخص هو collect speakma until he بيخبر the news for the newspaper يعني بيخبر الاخبار من المجلات زي عامرة أديب كده radio or tv على الراديو او على التلفزيون يبدأ اسمه ايه؟ اما correspondent او reporter لان انا مش عندي correspondent فاختار ريبرتر اللي هو المكرر at first يعني في الاول i didn't note يعني انا ما كنتش بدون his hostile اللي هي النيات بتاعطو اللي هي النيات الصفية يعني معنى صح تمام او النيات الطيبة تمام يبقى بتسوي ايه؟ بتسوي فرندلي اللي هو النيات الطيبة او الودودة اما unfriendly معنى هالعدائية cruel cause he unhelpful يعني غير مساعدة او غير مساعدة يعني طيب number 3 بيقولك everyone should space a specific aim يعني هدف اساسي او هدف خاص that they want to achieve محتاجين ان هما ايه؟ رايدين ان هما حققوا او عايزين يحققوا يبقى everyone should do ولا have ولا make ولا forgive عن كل واحد لازم يكون لديه لديه specific aim طيب number 4 بيقولك monitor technology helps people يعني بتساعد الناس to keep ان هما يحفظوا space touch with each other طبعا حتى دي قلت تقول ده لكم keep and touch with يعني يبقى على اتصال بي keep and touch with يبقى على اتصال بي عندنا في vocabulary بتاعيونت تمام number 5 بيقولك it is said that they will space a new train line and the new train انه قولة وقالة وقيلة ان هما يعملوا خط قطر جديد او خط ترين جديد في المستبل القريب يبقى هما ايه طبعا بيض number 6 بيقولك every nation يعني كل امة has the right to يعني لديها الحق to space identity identity and clutter اللي هو عبار عن الهوية والثقافة بتاعتهم يعني تمام طبعا هما بيرسيرف ان هما يحفظوا على الهوية بتاعتهم او الثقافة بتاعتهم يعني كل واحد لعاداته تقاليد كل امة لعاداته تقاليد طيب بيقولك number 7 the lion has to creep space behind its prey so as not be noted طبعا هنا بيقولك the lion الاسد has to creep يعني بجانب its prey so as not be noted نفسد 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 لعشان ما يتمش ملاحظته طبعا برقيل هي الضحية ان هو بيجانب الضحية عشان ما يتمش ملاحظته يعني طبعا to creep up يعني هنا هو يتسلل يتسلل للضحية طبعا number 8 بيقولك we loved يعني احنا ضحكنا بصوت عالي جدا when he told us space an space when he told us an space shock طبعا shock معناها مزحة يعني او ضحكة تمام طبعا لما هو قلنا اي بقى ضحكة او مزحة سخيفة ولا hilarious معناها مضحقة جدا طريبا دي مش عندكم بس اعلم عليها برضو عشان ان شاء الله في ما ينحلاتيني طبعا الفكاب مهم جدا من مش اعلقة بالده عندكم ولا مش عندكم لان دي كلمات عامة number 9 بيقولك ادهم space his father at the present time في الوقت الحاضر دوت انا عايز اقول ان هو بيكلم ابوه يبقى على طول حاجة مستمرية بقى number 10 بيقولك in two weeks يعني في وقت السبوعين الجانين على فكرة تادي قررت معاني من شوية بيقولك my father's space a new car انا عايز اقول ان هو بالفعله يكون اشترى عربية يبقى اول هاااا والتصريف التالث اللي هو مستقبل تام مستحيل المستقبل تام ما يجلكش في المتحان طيب نيجب بعد كده لنبر 12 بيقولك they have got 40 out of 40 يعني هما جابوا 40 من 40 40 من 40 zero results يعني النتائج بتاعتهم are space each other انا عايز ان هما زي بعض بالظبط يبقى exactly the same as each other وما اللي ما اخترتش ديت دي اصلا مش عندي ما عنديش الشكل ده خالص تمام ممكن تيجي بدون اجزاكلي اللي هو اهزباد ايضا اللي هو بنفس السوق لكنها اجزاكلي ما ينفعش تيجي معها اللي سيمس طيب ناخد نامبر سورتين بيقولك space tried on the trace مونا decided to buy it تمام طبعا ترايد اللي هو يجرب قبل انا عايز اقول تجريب الفستان مونا قررت انها تشتري طيب قبل ما تجربوا ولا بعد ما جربت طبعا بعد ما جربته هي قررت انها تشتري طيب هو ينفع هنا اجيب after طب ما انا عندي هنا اهو عندي هنا يا مستر اهو موضي بسيط طب هنا ايه في هنا تام هنا في هنا موضي تام بسيط لا يبقى مش هنفع استخدم افتر طب ممكن ما تجيش تيجي افتر وراها verb plus ang برضو مش موهي فلزلك انا مش هنفع افتر ولا before لان before مش تنفع في الميني طب ما هافي يا مستر انت ايلي ان هي بتساوي كلمة after او فعلا هافي بيجي وراها verb plus ang طب فين دي فين دي هاية having بيجي وراها البب وبعد كده بيجي مواضي بسيط في الجنب التاني ديات لو تفتكر جانت فيونة التن تمام جانت فيونة التن بيجي ايه having بعكادة تصريف الثالث في الجنب التاني خالص مواضي بسيط اللي هو بعد الموضوع دوت اولا ميكد يعني تمام نمبر فورتين بيقولك They are late for their meeting طبعاً دي مش عندكم نمبر فايفتين بيقولك Great Projects يعني المشريع العظيمة Space out in Egypt nowadays طبعما كلمة nowadays يبقى على طول حاجة مستمرة ولكن هنا Great Projects يبقى على طول حاجة هنا passive وبنفس الوقت مستمرة نمبر سكستين بيقولك أفتر مش جاي ورهائي حاجة أفتر مش جاي ورهائي وبنفس الوقت موديل سكستين بيقولك نمبر ون سبليس سمسين كمس فروم أو ستارت يعني حاجة بتبدأ منه وحاجة بتيجي منه يبقى على طول ده هو السورس المصدر تمام؟ نمبر تو بيقولك مشاكل الشخصية لازم نكون سرد معنى كلمة معنى كلمة اللي هي غامض أو حاجة سرد طبعا هيدن واخدناه كتير وقرار كتير قوي هيدن معناها مختفي واضح نمبر سري بيقولك يعني الناس الماهرين لا يعتمدوا أبدا على الزقرات بتاعتهم ومال زي سبيس نوت يعني هما بيدونوا المعلومات أو الملاحظات انهم عايزينها طبعا نوت دي جايما بيجي معها ميك نوتس يعني بيكتب الملاحظات بتاعتهم يعني كل حاجة بتتقال نمبر فور بيقولك بويت دفع فلوس كتيرة للكمبيوتر الجديد انا عايز اقول لي 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 كلمة لي دي اللي هي بتساوي فور نمبر فايد بيقولك يعني بسبب الشركة بتاعته السيئة هو في الكرام اللي هي جريمة انا عايز اقول انه تضمن في الجريمة والحتة دي عارف انت لو بتتسابع معنا فعلا حل الفوكابري يعني هو تضمن في الجريمة بسبب الشركة بتاعته السيئة ديت وما الكنسست معناها ايه تتكون وما الكنتيند كنتيند يعني الكنتيند اللي هي المحتوى بتاعتها اللي هو يحتوي يعني طيب ناخد كده عكس كلمة نمبر سكس بيقولك متعملش ده تاني طبعا الانوين متعملش ده تاني لحاجة مملة طبعا طبعا الانوين متعملش كل دي حاجات يعني سعيدة وحاجات جميلة لكن ديت الحاجات السلبية طيب نمبر سيفن بيقولك دونت سباس هي الوورد يعني العب ورب بتاعتها يعني هي ايه انا عايز اقول انه هي كاذبة هيبقى دونت متصدقش العب ورب بتاعتها هي كاذبة طيب نمبر ايد بيقولك لما انت تقرر تستوب working لما انت تقرر انك توقف في شغلانة انت بتعملها طبعا هنا حاجة اسمها خليها خليها ماشى عندكم بص عشان تكونوا عرفينها برضو هي resign معانا هي استقيلة تمام بس مش هجلكم الحاجات دي لانها موجودة في الوحدة الاخيرة نمبر ناين بيقولك i is based my birthday party tomorrow it's arranged لما حاجة تكون arranged يبقى عطول حاجة مستمرة قلتها في حالة الشرح نمبر تن بيقولك i have lent here before she gives them back to me انا عايز اقول ايه بص كنا قالك before بعد كده she gives او before وبعد كده جاي وراها بسيط مدرع بسيط يبقى اكيد في الجنب الثاني جان في مستقبل تام طيب لو before جاي وراها مثلا ماضي بسيط يبقى اكيد في الجنب الثاني جان في ماضي تام الحلوة دي تمام وقلت ان الحتة دي ركست عليها او في الشرح انا فاكر تمام يبقى انا قلت في هنا ايه في هنا حاجة تم طب تعالى بقى نفهمها من مينيج لو اول حاجة التصريف التالت طبعا ريد ممكن تيجي في تصريف تات ريد 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 وشاط والحاجات دي كلها تصرفاتها لا تلقبطش فيها انا عايز اقول هنا انها تكون بالفعل خلصت الكتب ديت في المستبل اللي انا سلفتها لها قبل ما هي باكتومي قبل ما هي ترجعهم يعني هي تكون خلصتهم اخد كده 12 بيقول لك اي 12 بيقول لك ادهم بروت ان يوت اللابتوب يعني هو جلب لابتوب جديد او اشتري لابتوب جديد فور تين سازنس بانس يعني بعشور تلايف جنيه بس اللابتوب القديم بتاعه بس اللابتوب القديم بتاعه كان بس 3000 دنيا هذا يعني ايه انا عايز اقول ان اللابتوب الجديد كان اغلى يبقى ادهم سنوي لابتوب is far more expensive than his old one او عارف لي بقى استخدمت فور هنا لان معناهم ان في فرق شاسع ما بين الاثنين اختلاف كبير جادة ما بين الاثنين باستخدم فور او باستخدم او باستخدم او باستخدم طيب لو فرق وليل slightly تمام او استخدمي على little او a bit او almost تمام تمام number 13 بيقولك after مجيش وراغ هاجه يبقى على طول مستمر على طول تمام فورتين مايش عندكم 15 بيقولك do you think people space mobile phones 50 years ago انت محدد لي منذ خمسين سنة يا معلم انا عايز اقول هل تعتقد الناس بجانوا متعودين ان هما يستخدموا الهادف جانوا متعودين يبقى على طول used used to have انفينيتيف ديت في حالة ايه يا شباب في حالة طبعا الباست هابتس اهى يا شباب الباست هابتس اهى i used to وبعد كده الانفينيتيف طيب ومال في سرقة السؤال قلت بجيب use use بس ليه او دي جانت مع did use to جانت مع did what did وبعد كده use to عشان did لازم يجيب ورها مصدر انا فاكر الحتة دي لكن هنا مش بيكلمني عن كده خالص هنا مش بيكلمني عن كده خالص دي بيقولك do you think لو جال سؤال بdo you think تجيبها جملة عادية خالص ما عنديش اي اشكال فيها حلقة النهاردة كل الحتة اللي علمنا عليها ان شاء الله هناخدها في مايو اشوفكم بخير ان شاء الله تعالى عندك اي سؤال يريد تسيبهوا لي في الكمنتات ان شاء الله اكون اتواصل معاكم على جروب التليجرام على جروب الفيسبوك اشوفكم بخير والسلام علي